إذا ذهبت إلى المقبرة لأساعد أناس في الدفن يعني يقول ثم رجعت هل أتسبح أبو عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا غسل ميتا ومس عورته فأنه يتوضى وهذا قبل جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم أما إذا غسله من دون أن يمس عورة الميت فيستحب له استحبابا أن يتوضى وليس وجوبا لفتوى الصحابة لفتوى بعض الصحابة استحبوا ذلك أما الذي يذهب إلى المقبرة ويشيع الجنازة ويحضر الدفن ثم يعود هل يغتسل الجواب لا لا يغتسل لأنه ما ثبت شيء من هذا والحديث الوارد على من يصححه يذهبون إلى النسخ والمعنى بأنه ما يغتسل إلا إذا كان الاغتسال لغرض التنظف لغرض يعني إزالة ما علق بالبدن من الغبار مثلا بسبب الدفن هذا أمر آخر لكن هل الآن يجب عليه الجواب لا بارك الله فيك وإنما يتوضى للصلاة ترجمة نانسي قنقر